السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي طالبات الصف العشر عزيزاتي الطالبات اليوم بإذن الله سوف نقوم بدراسة الدرس الثاني من الوحدة الثانية طريق قطر الحديث بعنوان الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني أهداف الدرس يتوقع من الطالباء أولا تتعرف على صفات الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني ثانيا توضح جهود الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في النهوض بإمارة قطر ثالثا تفسر أسباب ترحيب الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني بالعثمانيين والآن عزيزاتي الطالبات هيا معنا نتعرف على مولد ونشأة الشيخ جاسم بن محمد وتأسيس الإمارة أولد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في حدود عام 1826 ميلادية ونشأة في فويرت وتعلم بها الكرآن الكريم وعلومه الفقه والتشريع وتعلم أداب الفراسية ومهارات الصيد والقنص كان الشيخ جاسم يلازم آباه في كل تجاربه السياسية مما جعل لديه شخصية قيادية منذ عهد مبكر ثم أصبح قائدا عسكريا وقاديا ومفتيا كما كان أيضا فارسا وشاعرا وصاحب شهامة خاض العديد من الحروب مع والده للدفاع عن قطر يعتبر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني هو المؤسس الحقيقي لإمارة قطر بناتي الحبيبات مع أن نتعرف على تولية الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مقاليد الحكم تولى الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مقاليد الحكم في نفس اليوم الذي توفي فيه والده الشيخ محمد بن ثاني وهو يوم 18 ديسمبر من عام 1878 وهذا اليوم هو ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر تحتفل دولة قطر باليوم الوطني في 18 ديسمبر وهو ذكرى تولي الشيخ جاسم بن محمد مقاليد الحكم نستكمل معا أهم مما اتصف به الشيخ جاسم بن محمد اكتسب الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني خبرة واسعة في إدارة شؤون البلاد وذلك بسبب مشاركته لوالده منذ صغر سنه في الحكم والإدارة ويعد ذلك بداية لتأسيس دولة قطر حيث استطاع الشيخ جاسم بن محمد تعزيز الاستقلالية التي كانت تسعى بريطانيا لعدم تمكن قطر من الاستقلالية استطاع الشيخ جاسم بن محمد تحقيق الاستقلالية من خلال علاقته بالدولة العثمانية والآن بنات الحبيبات سوف نتعرف معنا على الصعوبات التي واجهت الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني أثناء توليه الحكم منذ أن تولي الشيخ جاسم بن محمد الحكم فقد واجه عدة صعوبات في بداية حكمه منها أولا زيادة الأطماع البريطانية للسيطرة على قطر وذلك بمقتدع عقد الاتفاقية مع الشيخ محمد بن ثاني والده ثانيا تعرض سواحل قطر لعمليات القرصنة البحرية ثالثا قلة الموارد الطبيعية في قطر مما أدى إلى صعوبة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والآن سوف نتعرف كيف استطاع الشيخ جاسم بن محمد في زل تلك الظروف الصعبة من تأسيس دولته أولا الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني وسياسته الداخلية نجح الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في النهوض بإمارته قطر على المستوى الداخلي من خلال عدة أعمال أهمها أولا تعميق الانتماء الوطني والتآلف بين القبائل وذلك لمواجهة الضغوط البريطانية ثانيا الاهتمام بالتعليم أدرك الشيخ جاسم أن التعليم هو السبيل الوحيد للرقي والارتقاء بدولته والقضاء على بعض المشكلات فقام بإنشاء بعض الكتاتيب وجلب الفقهاء كما اهتم بإعمار المساجد ثالثا تطوير موانئ الدوحة والزبارة والعمل على بناء السفن رابعا تعزيز تجارة اللؤلؤ فأصبحت الدوحة مركز لتجارة اللؤلؤ خامسا وطد علاقات قطر التجارية مع المناطق المجاورة وأدى ذلك إلى تحسن الظروف المعيشية وتوسع العمران وازدياد عدد السكان الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني وسياسته الخارجية أولا علاقة الشيخ جاسم بالعثمانيين العلاقات العثمانية القطرية كان الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني نصيرا قويا للخلافة العثمانية باعتبارها الخلافة الإسلامية حيث كانت له ميولا دينية وكان من أكثر زعماء الخليج العربي دفاعا عنها رغم كل الضغوط التي تعرض لها من بريطانيا وقام بنفسه بإرسال رسالة إلى القائد العثماني محمد نافز باشا الوالد العثماني الموجود في منطقة الإحساء نيابة عن والده أي أن العلاقات العثمانية القطرية بين الشيخ جاسم والعثمانيين تمت في حياة والده كانت رسالة الشيخ جاسم للقائد العثماني محمد نافز تتضمن تأييد إمارة قطر بالسيادة العثمانية عليها ومطالبا إياه أن يمده بقوة عسكرية يكون مركزها إمارة قطر بنات الحبيبات لعلنا جميعا نتساءل لماذا قام الشيخ جاسم بن محمد بإرسال رسالة بنفسه يطلب من القائد العثماني أن تكون قطر تحت الحماية العثماني أسباب ترحيب الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني بالعثماني أولا رغبته في توطيط جبهته الداخلية وحماية إمارته من عمليات الإغارة والسلب من خارج الإمارة ثانيا توفير الأمن والحماية لتجارة اللؤلؤ والعاملين فيها ثالثا دعم قطر في مواجهة الضغوط البريطانية والتي شكلت ضغطا عليها منذ اتفاقية عام 1868 مظاهر ترحيب الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني بالعثمانيين عندما وصلت الحامية العثمانية إلى الدوحة خرج الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني لإستقبالها والترحيب بها بنفسه وقام بنفسه برفع العلم العثماني فوق قصر البدع في الدوحة انسجاما مع موقفه المؤيد للخلافة العثماني بنات الحبيبات ماذا حدث عندما وصلت الحامية العثمانية إلى الدوحة وقام الشيخ جاسم بن محمد باستقبالها بنفسه لقد أعلن قائد الحامية العثمانية مجموعة من الإجراءات وهي أولا إعفاء قطر من دفع أي ضرائب للدولة العثمانية تعين الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني قائم مقام على قطر قائم مقام لفظ عثماني أو لقب عثماني معناه نائب الحكم ثالثا إقامة قوة عسكرية عثمانية في البدع كرمز للسيادة العثمانية وتتولى الدفاع عن قطر بدأ أي عضوان خارجي بنات الحبيبات منذ ذلك التاريخ أصبحت قطر تحت الحماية العثمانية يوجد فيها إدارة عثمانية على رأسها الشيخ جاسم بن محمد بردبة قائم مقام وخلال هذه الفترة لم يتدخل العثمانيون في شؤون قطر الداخلية بل تركوا إدارة الشؤون الداخلية للشيخ محمد بن ثاني وابنه الشيخ جاسم ولكن قام العثمانيين بحماية قطر من أي أخطار تتعرض لها من الخارج بنات الحبيبات انتهينا من درس اليوم شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة